بسم الله الرحمن الرحيم أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في تعزيز مكانتها ودورها الرائد مساهما رئيسا في ضمان أمن الطاقة العالمي واستدامة إمداداتها وداعما أساسيا لجهود الانتقال الواقعي والمسؤول في قطاع الطاقة من خلال مواكبة المستقبل واستثمار الفرص المهمة التي يوفرها هذا التحول جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع السنوي لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنك اليوم في المقر الرئيسي للشركة بصفته رئيسا للمجلس ووجه المجلس أدنك بالسعي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لدعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 كما اعتمد المجلس استراتيجية أدنك لتسريع النمو في جميع مجالات أعمالها ومراحلها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان أهمية الخطوات التي اتخذتها أدنك لخفض انبعاثات الكربون تزامنا مع سعيها إلى تطوير عملياتها وتوسعتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة واستعرض المجلس مساهمة برنامج أدنك لتعزيز القيمة المحلية المضافة هذا العام في إعادة توجيه أكثر من 35 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي وخلق ألفي فرصة عمل إضافية للمواطنين في القطاع الخاص كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع خطط أدنك لتسريع تنفيذ هدف رفع سعتها الانتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027 بدلا من عام 2030 المعلن عنه سابقا وتستند خطط أدنك لتسريع تنفيذ هدف رفع سعتها الانتاجية من النفط الخام إلى احتياطيات دولة الإمارات الغنية من الموارد الهيدروكربونية والتي زادت هذا العام بمقدار 2 مليار برميل نفط و1 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز وبهذه الزيادة تصل الاحتياطات الوطنية لدولة الإمارات من الموارد الهيدروكربونية إلى 113 مليار برميل نفط و290 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي مما يعزز مكانتها في المركز السادس عالميا ضمن قائمة الدول التي تمتلك أعلى احتياطيات نفطية والمركز السابع ضمن قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر